منتخب الرجال مش منتخب الشباب النهاردة بيحقق انتصار غالي جداً وكبير جداً على غلب نتيجة 3-2 خليها كلمكم على كواليس اللقاء السخن جداً واللي خلى كل الجمهور المصرية اللي كانت حاضرة النهاردة طبعاً في حالة كبيرة جداً من السعادة طبعاً في البداية النهاردة بقى جماهير المصرية كانت حبة اللي هي تحيي سونج جداً وديه فني للكاميرا وهو خارج أثناء بعد انتهاء لقاءه أمام مالي وقبل بداية لقاء مصر عطول سقفونه بشكل قوي جداً وحييوه فعلاً سونج وقف حياهم كده وشاور لكل الجمهور المصري النهاردة بقى كل الجماهير المصرية من أول لما لعبة مصر نزلت تسخن كده قبل المباراة وهم بيسقفونهم بشكل قوي وبيحييوهم بشكل قوي نادوا على اللعبة كده واحد واحد وهتفونهم بشكل كبير جداً النهاردة أكتر من حد من كل بودلاء المنتخب كانوا حرسين جداً لم يذهبونوا على دكة غانا قبل بداية لقاء لكن النهاردة كان فيه حلم للصدمة السريعة اللي عاشها كل جمهور المصري وكل دكة منتخب مصر ومما زهر عليهم على طول بعد جون غانا السريع جداً اللي جافيت ديئا الستة واللي ولع كده الملعب يعني على طول كان فيه حلم للصدمة وكان فيه حلم للإحتفال القوي جداً على كل جمهور غانا المتواجد النهاردة في المضراغات حلم للسعادة اللي كانت ظاهرة عليهم جمهور مصر بعد الجون بدأ يهتف لكل اللعبة الكامتن جوي غريب كان حريص جداً لوايا نادي كده على لعبته وقال لهم يعني إلعابوا وضغطوا كامبان الصدمة على كل دكة المنتخب لكن بقى سعادة قوي جداً وحلم الفرح القوي جداً اللي سيطر على كل جمهور المصري وعلى كل دكة المنتخب المصري اللي احتفرت بشكل قوي جداً بعد جون بقى التعادل كده مع جانا الجيفت ديها 18 لأحرازه مصطفى محمد حلم السعادة وحلم الاحتفار القوي جداً اللي عاشوا كل جمهور المصري بدأ بقى يعني محمد الشوق كده يرم الإيديل اللي كان الابسه كان بيان يومبت متاضطر جداً بعد جونة تعادل دوت بدأت الديية تشد كان فيه اعترضات كتير جداً من دكة المنتخب على حكم اللي كائل النارده في الشوت الأول الاعترضوا عليه كتير كانت الدنيا مشدودة على الدكة舒بكة وكان فيه توجهات كتير جداً من دكة المنتخب ومن الكابتنower غريب لللعيبة كان واضح بقى عدم الرضاء كده على الأداء في الشوت الأول وظل ظهرك على الكابتن شاوئي غريب أول لما انتهى أول فوضل قاعد في مكانه وكان يفعل عليه الغضب القوي جداً لكن الكابتن محمد شاوئي هو المدخل بشدة خلفة المنظمين كانوا يطلبون لأي حد يبقى قاعد على الدكة نازل يبقى لابس الأيدي بتاعه الكاف كده هو متواجد وهو قاعد النهاردة طبعاً بعد أول لما بدأ شوضل التاني كان فيه جون سريع جداً لغانا يتقدمهم به اثنين واحد وده بعد لما كانش حاضره الكابتن شاوئي غريب كان نازل متأثر جداً وهو رايح كده كان مستغرب جون مكانش عرف اللي فيه جون لما بصع اللوحة وبدأ يبصر الجون كده وقاللهم إهدوا إن شاء الله هنرجع تاني لما راح بقى الكابتن شاوئي للدكة بدأ يستفصل كده من شيتوس على الجون يعني سألوا الجون جيز زي بالسرعة شرح له على طول الجون جيز زي الدنيا كانت مشدودة بجون مصري مبتلش الهتفات من بعد الجون الثاني مستمرة لكن النهاردة طبعاً كان دايم بقى عمر حمدي هو خارج بعد تغييره في النقاق كده والمصري المتأثر كنبال اللي هو زعلان ومكانش عايز يعني يخرج ومشى كده من وراء الدكة لكن بقى أول لما جاي الجون الثاني حالة من السعادة كوية جداً اللي ظهرت على كل دكة المنتخب الوطني فرحة هسترية كده على كل الدكة احتفلوا بشكل كوي جداً فيرقوا بشكل كوي بدأوا من يحضروا في بعض كده ما كانوا مش مسدقين دنور مصري مبتلش اهتفات ومبتلش رأس كده مبتلش احتفال بعد الجون الثاني بدأوا بقى يشدوا على اللعبة أكتر واهتفوا للعبة أكتر واكتر كان باين التوتر على اللعبة المنتخب اللي كانوا حراسين جداً اللي هما يتلاعهم النهاردة كاسبانين واللي كان باين الكلام ده كله في أداءهم النهاردة كده رمضان صبح يكلم أوكف كومدي كده الحاكم عندما راح اعترض عادي بشكل كوي على تعطيل غنى من اللعب والحاكم أول لما عطيه يجيبه كده عشان يتلقى المزار لمضانع تزاربه عاو طوله يرجع لكن النهاردة بقى أول لما جيت جون الثالث الدنيا تغيرت خالص حالة من السعادة قوية جداً 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 وظهرت على كل أربع منتقل استادة القاهرة احتفالات قوية جداً كابتل شاوي غريب بقى دخل في نوبة بكاء كده قعد يعاية ما كانتش مسادة اللي بيحصل يعني مصر بترجع في الدقيقة واحدة وتمانين تعادل وبعد كده تكسب في الدقيقة تسعة وتمانين حالة من السعادة قوية جداً وحالة من يعني البكاء بقى مظاهر على كابتل شاوي غريب مساعدة واحتفالات قوية جداً على كل الدكة وعلى كل جمهور الموصل لمتوجد النهاردة في المدرجات النهاردة بقى مخطفى محمد هو اللي اول لما تم ترديره كده بعد الدقيقة تسعين وهو خارج دخل في حالة بكاء كوي جداً كل اللقائبة النهاردة جماعة كمين عن يوم يعني اللي هم يعني مركزين جداً في المدرج واللي هم متأثرين جداً بالبكاء مساعدة محمد وقفوا عاية وأكثر من حد من اللقائبة راحوا كده من الجهاز يبدأ يهديوا وبدأ يحضنوا بشكل قوي كانت إن شاء الله غريب يستقبلوا بقضل جداً لكن النهاردة بقى اول لما اللقاء انتهى حالة من السعادة قوية كل اللي زهرت على كل الناس اللي كانت في المدرجات احتفالات قوية كله بيحضن في بعضه كده دكة مصر كلها بتحضن بعضها كله فرحان كله سعيد النهاردة بالنتيجة الغالية اللي بيحققوها أكثر من حد بقى من لعبة المنتخب المصري كده كان بعيط من المفرحة لعبة جماعة فعلاً عندهم إحساس كده الرجولة وإحساس البطولة بحقيقة حقيقة كل اللعبة النهاردة محمد شاوي بقى جمعهم كده في نص الملعب ويعني بيسمع منتخب سجدين جديد طلب منهم لكلهم نزلوا فعلاً وسجدهم سجدة جماعية كده كل الجمهور اللي كان في المدرجات سقفلهم على طول احتفلوا أكثر من حد كده على طريقته الخاصة من اللعبة حالة من السعادة اللي كانت واضحة على الجميع الوزير نزل ورئيس التعادة الكورة نزل والدنيا كلها نزلت كده عشان تهميهم في الملعب كان واضح بقى السعادة على كل الدكتا وعلى كل لعبة منتخب مصر النهاردة اللي زهرهم بشكل يعني واقف جداً بالكورة المصرية وشكل فعلاً بيرجع الحماس لأوله جديد للجمهور مليون مبروك لمنتخب الرجالة أو منتخب الشباب النهاردة على تصدرهم المجروعة بستة نقاط وبإذن الله موفقين في مشوارهم الأفريقية وبإذن الله نبرك لهم قريب على التتوج من البتورة المصرية